مصر النور لبنات كديري اللبس عليكم تمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير اليوم روتين جديد نهار جديد صراحة اليوم مرة كنت كاسا ما بيه معلية حتى الند قلت غادي ننود نجمع ذاك السالون نخمله ونجمع ذاك البيت الاخر الصغر التهوى وخسروا عندي نقي ولكن قلت غادي نعودها دوكس دادر شوية كيف ما كتشوفوا حقيناهم وعودناهم من الول دلنا لهم دي كل ساقلي باش ميت ذاك الوسطاني ميت كل ساقلي باش ميت ذاك الوسطاني دلنا لها غير الفيرني البيت كل شي غادي تشوفوا في الصورة ايه وصافي حتى طبيلا حتى ايه شديناها حكيناها عودنا لها اللون اه وقال لي كنت قال سما بيه معلية تنقل بلا سما رح تنجبدا غير راسي ما جبدالي يتشي واحد وما قل لي يصار نخلي نقال بتمصاوب ما كيلاش نجبدا او لكن عارفين نحن المغاربين لما جبدنا لنا تم عرف الاعياد وجبدنا التخمال والصلابون ما كان نرتحوش ما كان دوزوش الحاجة بسلامة ايه والمهم راكم عارفين البنات رمضان كل شي كي بغي يخمل كل شي كي بغي يصبن كل شي كي بغي يتقدم المهم والاسسانسيال هو نفرحوا راسنا ونفرحوا عائلتنا ونبتلوا رجو في ديورنا ونديروا ديكورات جداد وحويجات جداد ومعنى جداد بطبيعة الحالي لا كان في المستطاع وكل واحد كي يمشي على قد جيبوه ولا قد جهدوه يواد شي كينا البنات المهم ما تشي اللي اعطى الله هانتو ما كتشوفوا الروينا اللي جبدت اختكو مع ديها ولكن ماشي مشكل حاجة اللي بغي تصاب ماشي مشكل خليه بغي تصاب صافي المهم الطبيعة لها ايه كتتعاود حتى ايه ولكن بقي ليه ان شاء الله صابون هازي طليمتاز ديال الصالون صراحة نقيين حيت درتهم غير جداد ما كانش لاش نسبنهم حيت فاج جبتهم درتهم جداد سبنتهم اه عاد فرشتهم لحقاش عار فينا دلو اللي درت انا يالباج اراد غيا يالبنات كيتوسخ والله العظيم انا كي جبتهم عند الخيات قال لي غير سبنهم صافي سبنتهم دابا ما كانش لاش نعودهم اه صافي هاو مادش يكون له وحلي تبضر باش ينشفو لي السدادر وغير ينشف لي هادش ان شاء الله غادي نفرش ولكن ما غاديش نفرش دابا حتى نقرب شوية عرمدان والبيت الصغير باقي لي ها ان شاء الله غادي وجمعتو تاوا نفس النهار وباقي لي ها غير الصابون دير طليمتات ديالو التاهمة غادي نسبنهم ولكن البنتي لا سبنتهم دابا غادي نعود عليهم غادي نفرشهم حيت مثلا حماش نخلي الحاجة مجموعة اللهم ما قلت غادي نخليهم حتى تبقى ديك سايمانا ان شاء الله لرمضان وديك ساعة نسبنهم ونعمر لمخيدات ونفرشهم والله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وطلط العمار والرزق وباش ممت منيتو يا ربي سوفي البناس هنا يا راني دخلت سديدرات كيف ما كتشوفو وبيتنحت هديك الزريبية تاية في الوسط باش نحيد علي يا راكم كينتقفل هاد اللي ببارتو من ديال الطحال طلقا نقفتو مغير في الكولوار ديال الصالون حين عندي جوش ديال لي كولوار واحد في الصالون واحد في قعد الدار ويلا هو بغيت نشارك معاكم واحد المسيمنات واحد الرزيزة خديتهم عند واحد السيدة ما نقولش لكم البنات الله يعطيها الصحة للا يقطع لها يدين صراحة فنين البنات خديتهم وعودتهم يلا نوريهم لكم هاوما البنات هنا خديت ما عندها المسيمنات وخديت ما عندها الرزيزة عشاء البنات الرزيزة يا سلام كتقول لي يديريها في الفريقو ومنين تبغيها كتديريها في الكسكاس كتبديت فرستيها وكتفوها وكتديري فوقها عسيلة ولا اللي يقسم الله ولا زبيدة فنين البنات صراحة والله القسم الى فنين مهيب انا غادي نخلي لكم النمرة دي لها في صندوق الوصف اللي بغاها بحال معك في رمضان بالنسبة لناس لخدامين ولا صراحة انا المسمن غالبا ما كان حملش نجيرو في الضار ما نكدبش عليكم ولكن هاد السيدة انتعد الضارة اللي بنات يعني ماشي ذاك شي تزنقى اللي كتعرفو ولا سعي ماشي حاجة مصخة انا كتار من نكون في هذاك شي انا اكبر معيافة يعني الى ما شفتش الحاجة بعيني هي كيفاش كتتصاوب وما شفتش البلاصة فين كتصاوب رمان ناكل عشاء البنات ايه وهذا الشي اللي كان مهم دارتلي ايه عشرة على الرزيزات ودارتلي عشرة ديه المسمنات قدتلي ايه خمسة ديرهم في الفريقو على الرزيزات وخمسة كوليهم وبالنسبة للمسمنات ما درتش لهم نسطيبة يعني غادي ناكلهم ما غاديش نخبيهم ايه وصفية البنات المهم راكم عارف اني كنشارك معكم اي حاجة اللي هي مفيدة ويعني تقدر تنفعكم ويقدر تكون انتم اصلا كتقلبوا على شي سيدة بحال ما هكا مهم غا نخلي لكم النمرة ديالها يا ايما هنا يطلع لكم في الفيديو يا ايما غا نخليها لكم في صندوق الوصف او غا نخليها لكم في اول كومنتار ان شاء الله غادي نخليها لكم ايه وصفية البنات هادي الشي اللي كاين وهادي الشي اللي اعطى الله وباقي ان شاء الله بغيا نشارك معاكم تحضير راس ديالرمضان بغيت نصاوب سلو غادي نشاركه معاكم ان شاء الله ويمكن حتى الشباكية غادي نصاوبها عندها هذه السيدة البنات قد تصاوب واحد الشباكية ما نقولش لكم عليها جربتها عندها ذاك العام صاوبة تالية وهذا العام ان شاء الله غادي نصاوبها عندها هيو بشنيخة وان شاء الله غادي نشاركها معاكم بالنسبة للشباكية البنات اللي بغيتوها غير كومون دواها من دابا يلا نوريكم مع انتوما البنات البيت الصغير صراحة الناس كيديروا الجولة في ضيورهم مقدين وانا ما ندرت لكم الجولة حتى جمعتوا ساديت قد نخملها ادرت لكم الجولة مهم كيف ما كنت شوفوا هنا يرا هاد البيت غاية صغير دارا فيها جوش تلقان على شكل تقل مغالي هنا جايب باكالة الموكية قلبتو شوية تسارح وصافية البنات هاد الطبيلة بغيت نحيدها ان شاء الله قبر من دار بغيت نشرية طبلة هاد ارا الطبيلة هي صغيرة حيث كنت تتنقل على هاديك الطبلة الخرط الصالون ولكن كبيرة على هاد البيت انا كنت كنا كل في الصالون ما كنتش عندي هاد البيت دارا ان شاء الله غادي نحيدها تطبيلة حيث فيها الججاج خطير على الغالي وصافين مخدة تغطيتهم باقي لي هاد الخمية وحتى سالي ايوبو يطلع حيدة ليا انظر بلات تايش تصيبينها وهاد الشي اللي كانت البنات وصافين مهم انا ايه جفيت تحت هنا ايه وقلبت تطلقان بشير تاحه وهاد الشي اللي كانت بلاكر عندي في هاد البيت حيث البنات هاد البيت ولي كان بيت نعاس ولكن انا عندي بيت نعاس البنات كبير ما قدتنيش في هاد البيت بالكوافوزات بكل شي اه دكش علاش مشي تديتو البيت لاخر كبر من هاد البيت مهم مهم والمشاركة اللي سهل علينا ندروا ديورنا ونستقروا في محلاتنا محلات الرانة البنات والكراكة يبقى وغيد يا العباد لله يعني كيف مما كتبغيت مهم تفرشي ولا تدري اي حاجة كتزيلها من رحيك تقولي يا دي مشي داري انا دي مهم رأكم عارفين البنات اللي اسميتوا اللي راعنين ولا كارين غادي يحسوا بيا صافر بنانا تدوى الفيديو ديالي نخليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اللي سرمات اشتركوا في القناة اللي سرمات صعقل شكرا